نكمل معاكم حلقتنا في نهارك سعيد وزي ما احنا متعودين كل يوم أربع بيبعندنا حديث الأربعاء بنتكلم فيه على أهم المواضيع اللي بتشغل الرأي العام المصري احنا طبعا في نهارك سعيد دايما كل يوم بيبعندنا فقرات بنناقش موضوع موضوع بس يوم الأربع بنتكلم بنعدي على كل الأحداث اللي حصلت ما بين مسيرات مختلفة في شوارع القاهرة رفضا لمحاكمات العسكرية ما بين اجتماع امبارح غاب عنه بعض القوى السياسية ليه علاقة بالمبادئ الأساسية للدستور مبادئ فوق الدستورية او المواد الحكامة للدستور اي كان المسمى اللي الناس اتفقت عليه صلح ما بين جنحي العدالة القضاء والمحامين تفاصيل كتيرة وغضب كمان من الداخلية لمقتل الشاب في الشيخ زايد وكلام عن عصام عطى لقتل في السجن وما زالت التحقيقات مستمرة تفاصيل كتيرة نحاول نقاشها النهاردة في تحليل سياسي تتجوفنا اللي هيساعدونا في هذا التحليل وهيقولونا رؤيتهم لما حدث في مصر خلال الاسبوع اللي فات بشرفنا يكون معانا الكاتب الصحفي أستاذ عبدالله السناوي نهارك سعيد يا فن نهارك سعيد والأستاذ الكاتب الصحفي عاصم حانفي نهارك سعيد يا فن اهلا انا عايزة ابتدي باخر حاجة حصلت وهي مبارح بالليل وكان الاجتماع اللي اتعمل في دار الأوبرا المصرية على ما اعتقد ليه علاقة بالمبادئ الأساسية للدستور او المواد الحكامة للدستور رحلة كنت موجود في الاجتماع دي يا ساز عبدالله مش كده اه انا حضرته جزء كبير طيب ممكن حيك تقول لنا ايه بقى لا انا بالصور ان ما جرى بالأمس اه هو هام وله تدعياته وحيكون محل سجال اه واسع وواضح ان الموضوع الرئيسي فيه هو طبيعة الدولة المصرية في المرحلة المقبلة هل نحن امام تغيير جزري في طبيعة الدولة المصرية ان تكون عسكرية او ان تكون دينية ولا احنا بنحقق اهداف الصورة ان تكون دولة مدنية فيه اجماع يعني لدى كل القوى السياسية لدى اغلب القوى السياسية على بدنية الدولة لكن بعض اخواننا في الطريق اسلامي بيقولوا دولة مدنية بمرجعية اسلامية في المسائل غيمة والبعض بيتكلم عن الخلافة والبعض بيتكلم عن اه يعني دولة يعني دينية بالمعنى الحرفي وهي دولة تصفقها والعلامة والاخرى ففيه جدل وبالتالي وحنا داخلين الى انتخابات تشرعية فيه رغبة في ان تتضح الامور الحقيقة المجلس العسكري تأخر طويلا وكثيرا والحكومة تأخرت طويلا وكثيرا لان كان يجب بالبداية ان يكون الدستور اولا هذه مسألة حقيه فاذا ما كان هناك فائدة من ما جرى بالامس فنحن نعود بطريقة جزئية الى الطريق الاصوب ان تكون المبادئ واضحة ان يكون الدستور وثيقة العيش بالشرك وثيقة التوافق الوطن الواسع وان تكون الهيئة التأسية معبرة عن كل مكونات المجتمع هذا صحيح بينما فيه فئة بتعترض ورافضة من حيث المبدأ واناها بتقول انا اللي اضع الدستور انا بتوقع انا تكسب انتخابات مجل الشعب التشكيل الموجود او المقترح بتكلم على تمثيل الدقابات والاحزاب ولا اساس القانون الدستوري فهو يعني تمثيل واسع واكثر ديمقراطية واكثر 20% فقط من مجلس الشعب وبتهي 80% من بره 20 عضو 80% من بره بيمثيله كل مكونات المجتمع عن النقابات والتحديات العملية والفلاحية والشباب والمرأة واساس القانون الدستوري والمحكمة الدستورية يعني في حاجة دي الكلام يتناقش وجدير بالاحترام واقدر اقول بصراحة ووضوح انا اؤيد الببادئ الاساسية وان كانت محتاجة بعض التحفظات محتاجة الى صيغات اضاق لانا فيه بعض ركاكة في اجزاء بنا رقم اتنين فيه غموط في المادة التسعة والعشرة اللي هما بيتكلموا عنه يعني اعادة بالرقابة على بزيادة القوات المسلحة انا معترض احنا بعثار مدنية والدول الدموخطية بتناشى هذه الامور وهذا ليس فيه انتقاس بالقوات المسلحة لا بده بمنقش هذه الامور بوضوح لكن في اطرار من السرية انا باقترح ان فيه في البند العاشر كلام عن مجلس الدفاع الوطني وما فيه شحيقة تحديد ايه صلاحياته ولا تشكيله غير انه برئاسة رئيس الجمهورية انا باعتقد ان يكون مجلس الدفاع الوطني هو الذي يناقش بزيادة القوات المسلحة بالضافة للرئيس الجمهورية يبقى موجود رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيسي لجلتين الدفاع او الامن القومي في الشعب والشورى بمعنى ان فيه طرف منتخب من حقه ان يطلع وبشكل مأمون وسري في مستوى رفيع في رئيس الوزر في رئيس الجمهورية لكن هذا الامر لابد نناقش فكرة انه لا يناقش احد دي فكرة خطئة ومسيئة للقوات المسلحة وطورة انطباع بانها مؤسسة فوق الدول لا هي مؤسسة هامة وضرورية وحيوية ولا احترام ولا خسرية ولا سرية لكن لابد من اطفاء طابع شعبي في رقابة على اعمالها لان ده هو التطور الدموقراطة الحقيقية فاذا ما استجبنا او استجب المجلس العسكري او الحكومة للتحفظات ونقلناها خطوة للامام انا اظن ان اللجنة التأسية بازل تشكيل اذا اقعشت تشكيلها احنا ممكن نعمل دستور مدنى حديث احسن من تولس ونصحح الخطأ الكبير اللي حصل بغياب الدستور اولا بس ديش اتشارت ان كل الاطراب بما فيهم الخامس سمين ان الكل يتدبر العواقل لاما ان نفلت بالبلد في هذي الفوضى من خرم ابرة الى مجتمع ديموقراطي حر يحفظ هوية البلد ويحفظ حقوق الاقليات وحقوق المواطنة ونعمل شيء بديع للمستقبل يحكم بس خمسين سنة لاما ان ندخل بطراقيتهم وما بشارو بها حاليا في تمحكات تنتهي بنا الى فوضى او حروف الشوارع او انقلاب عسكري احنا عاوزين ننائش في هذه اللحظة الكلام التاع بكتور علي السلم بجدية انا موقف وموقف بطير الحقيقة من كل مدينة وديموقراطية هي التأيين بعد ده الملاحظات مع الرغبة في ان يكون ذلك بتوافق قوات واسعة وليس بفي قصر او اقصرات هرجع تاني وكامل كلامي بس عايزة استاذ عاصم عايزة اعرف تعليق حضرتك على الاجتماع مبارح او بحيثك شايف ايه اهم تعليقات حضرتك على المبادئ الاساسية الدستورية في الحقيقة انا مكنش حاضر المبادئ اجتماع مبارح لان انا لا ادعى لهذه الاجتماعات ومعرفش ليه طبعا لكن انا يعني باخد من كلام زميلي وصديقي عبدالله سيناوي مسألة مسألة ان ميزانية القوات المسلحة تكون يعني خارج خارج الطرح العام بحيث انها تكون معروفة لناس انا اعتقد ان في جميع دول العالم الديموقراطية وحتى غير الديموقراطية ميزانيات القوات المسلحة بتكون معلومة بشكل واضح جدا احنا بنكلم عن مرحلة فيها شفافية ومرحلة فيها علنية ومرحلة فيها الاوراق مكشوفة للجميع انا لا ارى عيبا في ان يعرف الشعب كل الشعب ما بقولش ان فئة معينة كنا عارفة يعني سيد عبدالله بيكلم عن رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى مش عارفة اسمين لا انا ارى انا ارى ان الميزانية كون مطروحة امام الناس كلها على الناس كلها ان تعرف اين تذهب في بلاد في العالم الضرائب اللي بتدفعها كن نسبة الدرائب اللي بتدفعها لقوات المسلحة كن نسبة راحة للبوليس كم راحة للصحة للمتعاليم من حق كدفة درائب ومن حق كان مواطن ان نعرف ميزانية القوات المسلحة كم بالزبط انا بقولش يعني ايه انتوا بتحاربوا ازاي ولا انتوا بتحاربوا مين ولا الاسلحة بتعيدكو انه وعيتها ايه لكن من حق متجاوزة كل التوقعات المنطقية بحيث أن الميزانيات كانت ميزانيات خرافية ودوت بيساهم وبيؤسس وبيدعم بس هي كمان هاش علاقة بالأمن القومي أنا أعتقد أن البعض الأمن القومي أو التبوع اللي بنكلم عن الأمن القومي الأمن القومي أمن القومي مصان ومحفوظ وما فيش فيه أي مشكلة لو أنا عرفت أن قوات المسلحة بتصرف تلت الميزانية العامة مثلا أو قوات المسلحة بتصرف نصف الميزانية العامة أو عشر في مئة الميزانية العامة من حقي أن أعرف ومن حقي أن أعترض من حقي أن أقف لأقول أن قوات المسلحة تلتهم جزء كبير من الدخل القومي المصري من حقي أن أعرف لكن نسألت أن القوات المسلحة تكون ميزانيتها في السر تصرف في السرج معرفش بتروح فين هل بيستخدموها في النومة يعني يجيبوا صواريخ عشان لموجهة الأعداء ولا بيستخدموها عشان يجيبوا قنابل مسائل للدموع لموجهة المظاهرات ولا بيستخدموها عشان يدفع مرتبات عالية للضباط ولا بيستخدموها للأمن المركزي عشان خطر الأعداد الضخمة والكثيرة من أعداد الأمن المركزي أنا مش عارف من حقي كمواطن أن نعرف أن الكوات المسلحة بتصرف كام بالزبط طيب أستاذ عبدالله هرجال حضرتك وغياب التيارات الإسلامية من الاجتماع مبارح هل ده مؤشر لأي حاجة؟ مؤشر لتيارات تركبين في البلد وفي انقسام مع حد التيار الإسلامي الإخوان أو السلفين بيعتقدوا أن لديهم فرصة للحصول فرصة الآن للحصول على نسبة كبيرة في انتخابات مجلس الشعب والشورى وبالتالي هم المؤهلين للتشكيل أو للهيمنة على اللاجنة التأسية التي سنف تضع الدستور وشايفين أن في أي كلام يعني في لغة فيها الحقيقة تعالي وفي لغة فيها عجرافة واستباق للنتائج والنتائج عمالها بتديد كل شوية النسب يعني وأنا خايف بالنتائج فيها مبالغة بالنسبة اليوم بمعنى أنه النهاردة بقول 20% بعد أن بيقول 30% بعد أن 7% بعد أن التالي بيقول 100% أو 10% في السنوان العامة فممكن الكلام ينزل لكن هو بيتعامل على أساس أنه خد السلطة قبل أن يحصل عليها دي رقم واحد رقم اتنين أنه هو بيعمل عبارية إقصاء والحياء هو تعالي على القوى الأخرى رقم ثلاثة أنه هو ضد عمل حاجة غريبة هو وافق على المبادئ اللي حكيمة للدستور ووقع عليها وفي اللقاء وفق عليها إمتى وفق عليها في حواره مع المجلس العسكري في وثيقة موقع آه أساز أسازي كتاتني أسازي كتاتني يعني موقع عليها أسازي عبدالله دي واحدة أنا عاوز أقول على الحاجة تأكيدا لكلامه دايما الإخوان المسلمين يقولوا إحنا بنمثل من 30% ل40% من قوى الشعب المصري السلفيين بيقولوا إحنا بنمثل مش عارف 20% من شعب المصري يعني الجماعة الإسلامية بتقول إن إحنا بنمثل مش عارف 38% من شعب المصري إنت لو عديت لو إنت جماعتي هذه النسب اللي بيطراحوها تكتشف أنهم بممثلوا 150% من شعب المصري المسألة فيها مبالغات وفيها كذب وفيها إدعاء وفيها تضخيم لدرهم يعني اسمحي لي وتسمح لي يا زميل العزيز عندما قامت الثورة كان رأيي الجماعة الإسلامية بشكل عام إن أي خروج على الحاكم طيارات كلها مختلفة كلها كان متفأة على الشرعية وشرعية الحاكم ودلها جوز الخروج في المظاهرات ودعوا أنصرهم لعدم الخروج في المظاهرات عندما بدأت بشائر النصر الصورة فجئنا بأن هذه الطائرات كانت موجودة وتدعي أنها كانت بتقود الصورة وغيره أنا أعتقد أنهم بيبلغوا كثيرا في حجمهم وأعتقد أن رفضهم للحوار ده فيه شيء زي ما بيقول زميلي شيء من التعالي وشيء من الغلود وشيء من رفض الواقع أن الواقع في النهاية هيحسن من غيرهم أو غيرهم يعني أنا أعتقد أنه أمام طرق مسدودة في حقيقة القبر أعتقد أن الانتخابات الشرعية عندي مشكلة الأضاء والمحامين وعن نتكلم وعندي هيبة القضاء على الأقل تعرضت لناحر الشديد في المرحلة الماضية عندنا مشكلة في التخلية وفي الحوادث وما فيش شعور بالأمن على الأقل كوى اللجان وقوانين مشواهة وقوى سياسية ومدنية لم تستعد الانتخابات أو الشباب يعني كان محتاج وقت وفي طيار بيعتقد أنه الأكثر تنظيما وأن هذه الفترة إذا لم يحصل على يسيطر على البلاد الآن فلن يستطيع بعد ذلك فهو لا يسعى للتفاوم أو لا يسعى للتوافق أنا بدعوه للتفاوم والتوافق وإلى الرجل السياسي لأن غياب الرجل السياسي في معطيات الحالية داخلين إلى فوضى في الانتخابات وإذا بشكل الانتخابات طيب خد أغلباء في الحكومة مين اللي حشكل الحكومة ومش هو المجلس العسكري تبقى للإعلان الدستوري القائم حالية ومن الآخر من الآخر المخد أغلباء في الحكومة مجازا يعني لو مجازا في مجلس شعب يعني بفتر وهم حربوا الدستور الأول بينما ده كان ممكن في الحالة يكونوا صلحوا إحنا عايزين يتكلم بصلاح البلد الدستور الأول اللي أحنا بنعود لها النهاردة بإعلان أنا أتماني المفاعلات دستوري يطلع لكن ما بدأ حكم الدستور ونتناقش وإحنا لنا تحفظات أنا حاولت أقدم اختراح عملي أتقال السيد عاصب يتكلم عن حق الشعب فأنا يطلع طبعا لازم نحدد إحنا متطلع لإيه بالضبط في الميزانية أنا ما بطلعش على التسليح ولا على الخطط الحربية ولا على أوجه الأنفاق لكن أنا ممكن أقول في التسليح كذا رقب رقب في التسليح وأشوف تخدير الموقف للناس كلها فأنا أظن ده كلام طبيعي وهو التطور حقيقي للأمور خلينا نقدم سيغرات متعددة بس عاوزين نوصل في النهاية إلى صفقة كبرى الجيش تفضل يرجع لسكنته ويسلم السلطة المدنيين لكن مش أي مدنيين ومش أي كلام تبقى لدستور مش أشخاص مش سيارات يحكم بطلع الإسلام بس تبقى لدستور مدني دولة مدنية وديمقراطية وفي توازن فيها بالرئاسة الجمهورية والسلطات المختلفة وإلى آخرات والمأساس العسكرية هي سند للشرعية أنا أدي تعبير الأضاق من أنه تقال أنه هو سند للشرعية الدستورية أكتر من أنه يحمي شرعية الدستورية لكن فيها معنا سند لكن سند للشرعية الدستورية دي في كلها الحال عالة بالمناسبة فأنا أظن أنه إحنا محتاجين ضبط صياغات محتاجين إلى اتفاق واسع يحفظ الجيش كبرياء وكرمته ويحفظ للشعب حقوقه وأهدافه في الصورة وحققها ويحفظ للأسلاميين يطرحوا نصوم على الرأي العام دون إقصاء أو بلطاجة أو استعلاء من الطرف وهتصور أنه هيخذ البلد في نتائج انتخابات معاينة دون لأنني أنا ممكن اقسم انتخابات النهاردة